أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إناكم بعوثون من بعد الموت ليقول أن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإرسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليأوسو كفور ولئن أذقناه نعمى أبعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح وفخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا أوزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أوت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأذوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صالقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أوازل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبظ ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعبدون أفمن كان على بينة من ربه ويسلوه شاهد من ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يقربه من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يُعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يسمدون على سبيل الله ويبغونها عوجا وهم من الآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يُضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أخسهم مضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة كن فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستغيان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك التبعك إلا الذين هم أرادلنا باديا رئي وما نرا لكم علينا بغفظل بل نذنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عيده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينسرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملق ولا أقول للذين تزدري للذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدناها إن قات من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنهم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إترامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واسنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويسنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا خليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبأنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي عسمني من الماء قال لا عاسم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين فقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقدي الأمر واستوث على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني وإنه لي أكون من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ترك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أغت ولا قومك من قبل هذا فاسبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تأقنون ويا قوم استغفروا ربكم ثم نتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينات وما نحن بتاركيه آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن نعفراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناشيتها إن ربي على شراط مستقيم فإذا تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تدرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجيناه وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَاتٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَدَابٍ غَلِيرٌ وَتِلْكَ عَادُوا جَحَنُوا بِآيَاذُ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَكُ الْجَبَّارِ الْعَنِيدَ فَاسْبِعُوا فِيهَانِهِ الدُّنْيَا لَعْنَاتًا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا هَا إِنَّ عَادًا وَكَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَوَشَاكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُمْ نَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتمهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن قوط على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وفمن ياسرني من الله إن عصيده فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آياتا فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْئِ يَوْمِئِذْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُؤْدًا لِثَمُودَ ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاموا فما لبث أو جاء بعجل حنيظ فلما رآها أيديهم لا تسل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوض وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا غيلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبي لمن أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءسه البشرى يجادلنا في قوم لوض إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعلم عن هذا إنه قد جاء أمور ربك وإنهم آتيهم عذاب خير مردود ولما جاءت رسلنا الوطاسي أبهم وبوق بهم ذرعا وقال هذا يوم عشيب وجاءه قوم يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فابتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أمن لي بكم قوة أو آويه إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يسنوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفث منكم أحد إن لم نرأتك إنه مصيب وما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا نجينا عليها سافلا وأمضرنا عليها حجارة من سجيل مغدود مسومة عيد ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا توقصوا المكيان والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيض ويا قوم أوفوا المكيان والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أطلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يشيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيم ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أغط علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم بهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكاندكم إني عامل سوف دعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتغبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أنصلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قوما يوم القيامة فأوردهم النار وابس الورد المورود فأسبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة لئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أفصهم فما أغنس عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم وشديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نآخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلّو نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نشيبهم غير منقوس ولقد آدينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمتها سبق قصن ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بشير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا توسرون وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب أنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واسبر فإن الله لا يديع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لاجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمس كلمة ربك فلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثمت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وتدروا إنا موتترون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا هامرا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم بعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأوين الأحانيث ويتم نعنته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائنين إذ قالوا ليوسف وأخوه وأحب إلها أبينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو يطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال خائن منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا سحون أرسله معنا غدا يرطع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وألقم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عسبة إننا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ووحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا لا نستبق وتركنا يوسف حرد متاعنا فأكله الذئب وما أغتب مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميسه بدم الكذب قال بل سولس لكم أغفسكم أمرا وصبره جميل والله المستعان على ما تشفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمر بخسن دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مخواه عسى أن يغفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورادته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين استبقى الباب وقدس قميصه من ظبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قمد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قمد من ظبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قمد من ظبر وقال إنه من كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لدمك إنك كنت من الخاطئين وقال نصوته في المدينة مرأة العزيز تراهد فداها عن نفسه قد شغفها قبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمقرهن أرسلت إليهن وأعتدس لهن متكأا وآتس قل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أينيهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لنتمني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه النواك من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إمني أراني أعسر خمرا فقال الآخر إمني أراني أحمل فوق رأسي خبزا أن تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طمعا ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني دركت من لذ قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت من لذ آباء إبراهيم وإسحاق يعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القذهار فاذعبدون من دونه إلا أسماء وسميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما آسل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الديل القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير من رأسه خذي الأمر الذي فيه تستفتيان فقال للذي ظن أنه ناشح منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات أسماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن قنتم للرؤيا تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين فقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بدأويني فأرسلون يوسف أيها الشديق أفتنا في سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين جأبا فما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما دأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع وشداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يعشرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النصوة التي قطعن أيدي يبن إن ربي بكيده العليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلت حاش لله ما علمنا عليه من شاء قالت امرأة العزيز الآن حسحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حسحص الحق وأنا راته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم شكرا للم شكرا للم